خلافات تصدرت المشهد السياسي في كردوسان العراق لا سيما ما يتعلق بملف الانتخابات البرلمانية ما بين إجرائها في موعدها المحدد وتأجيلها وسط مخاوف من تعطيل حكومة أربيلد السوريا وقانونيا كما هو حال برلمان كردوسان العراق المحكمة الاتحادية في بغداد رفضت في شباط الماضي تعديل قانون الانتخابات ليعلن الحزب الديمقراطي الكردوساني وبعد تعديد العاشر من حزيران موعدا لإجراء الانتخابات عدم المشاركة في انتخابات تجرى بقرار من الجهات الخارجية بحسب وصفه على النقيض تماما من الاتحاد الوطني الكردوساني الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد محدرا من تقديم دعو قانونية تشدد على الالتزام بموعد الانتخابات لا سيما بعد زيارة رئيس كردوسان العراق ونائب رئيس الحزب الديمقراطي كردوساني جيرفان برزاني إلى بغداد لبحث تأجيل الانتخابات الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة عبر مبعوث تياف العراق جينين بلاسخارت وأرسلت رسالة إلى المحكمة الاتحادية ومفاوضية الانتخابات في بغداد تطالب فيها بتأجيل الانتخابات في كردوسان العراق وهو ما قوبل برفض من أطراف كردية أكدت أن بلاسخارت تناقض نفسها حينما تحدثت تارة عن ضرورة إجراء انتخابات في كردوسان العراق بسبب سوء الأوضع وتارة أخرى تطالب بتأجيل الانتخابات بحجة عدم وجود اتفاق بينما سمته المكونات في كردوسان العراق هو إذن جدل وخلاف بين الأحزاب الكردية يضع انتخابات كردوسان العراق على مفترق طرق ويهدد التشكيلة التاسعة لحكومة أربيل بنفس مصير الجولة الخامسة لبرلمان كردوسان العراق ليبقى الحال على ما هو عليه دون إحراز أي تقدم في ملف انتخابات كردوسان العراق في السمرار لصراع الكتل والأحزاب على سلطة والنفوذ على حساب مصلحة المواطن